فيما يخص موضوع الأستاذ جمال علامة تكلم عن مدير المنتخب ما عرفش الموضوع ده جاهز معاكو يا شباب طب ممكن تعرضه لنا بس وبعدين نرجع نتكلم تفضل معايا في الموجودين الكابتن حازم والكابتن بركات فالنهاردة يعني اللي استعانى بنجوم تاني أكتر من كده فأنا عندي نجوم معترام لكل النجوم اللي معنا فأنا معايا كابتن حازم وكابتن بركات هم الأساسا موجودين معايا في المنتخب وهل تم الاستقرار على اسمه مدير المنتخب لا من خارج الاتنين ما فيش حد ما فيش يعني يخبر مش هيبقى موجود أساسا المنصب بحد فهم حاجة أستاذ جمال يعني طبعا صديقنا وأخونا الكبير ما فيش مشكلة ولكن يعني أستاذ جمال حد بيسأل منصب مدير المنتخب موجود ولا مش موجود السؤال كان رده سهل يا أه يا لأ لو أو حضرتك لسه ما اخترتش أوكي حقك فيش مشكلة ولو لأ يبقى لأ حقك برضو ما فيش مشكلة لكن إيه اللي جاب حازم وبركات والمعانة نجوم كفاية فمش عايزين نجوم زيادة ما فهمتش الحقيقة هذا الكلام وبعدين ما تخلي النجوم تكتر يا أستاذ جمال اللي حيحصل ليه يعني؟ مش هيحصل حاجة يعني يعني الكابتن واق الجمعة كان في هذا المكان وأضاف لهذا المكان كابتن بركات كان قبله كان في هذا المكان وأضاف لهذا المكان والمكان أضاف إحنا اللعبة دي كلها أو الناس دي كلها تحت عالم مصر ما فيش أي مشكلة لكن وجودهم مع المنتخب فترات طويلة عارفين الدنيا ماشي إزاي برضو قبلهم كان الكابتن أحمد حسن موجود نفس الكلام فالحقيقة يعني أنا استغربت جدا أو علابت استفهام بالنسبة لي الكلام اللي قاله الأستاذ جمال علام ما هو لو موجود أوكي قول أنا موجود هذا المنصب موجود لو مش موجود قول مش موجود ما حادش هيقول لك حاجة ما حادش هيعمل معك أي حاجة يعني فعموما ما عرفش تمام يعني يمكن الواحد خلال الفترة القادمة هنفهم هل إزا هل ده ممكن أن احنا نشوف مدير للمنتخب ولا المنصب ده تلغى ولا بقى هناك منصب بشكل حاجة تاني على حسب معلوماتي أنا في مدير المنتخب حيكون موجود خلال الفترة اللي جاي ما نشوف اللي أستاذ جمال علام أيضا قال لا يوجد خلاف مع كيروش ونصوت له في جائزة الأفضل اشتركوا في القناة